مؤهلات فلاحية هامة تزخر بها دولة القابون مناطق فلاحية شاسعة ومنتجات متنوعة كما هو الحال في هذه المنطقة في شمال العاصمة ليبروفيل ومن أجل إعطاء دفعة للقطاع الفلاحي تراهن سلطة القابون على منحة الأسمد المغربية للنهوض بالإنتاج الفلاحي ومواجهة تحديات الراهنة إن الممارسة المثلى في المجال الفلاحي تتمثل في هذه المبادرات المغربية واليوم يجب التركيز على الاستعمال الجيد للأسمدة وأيضا يجب تحويل الأسمدة إلى المناطق المحلية من أجل تحقيق أفضل المكاسب الممكنة في المجال الغذائي وأكد مسؤولنا قابونيون أن منحة الأسمدة تعكس متانة العلاقات التي تجمع بين المغرب والقابون وستمكن المنحة من مساعدة الفلاحين في ظل ظرفية الدولية الصعبة هذا دليل على علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين الشعبين وقائدي البلدين كما تعلمون نحن نعيش مرحلة تداعيات الحرب في أوكرانيا وهناك نظرة في الأسمدة في السوق العالمية وصعوبة في العثور عليها وسيتوصل المزارعون في جميع مناطق البلاد الفلاحية بكميات الأسمدة المقدمة من المغرب وقامت السلطة القابونية بإعداد مخطط لتوزيع هذه الأسمدة على الفلاحين في جميع مناطق البلاد كما تقوم وزارة الفلاح في هذا البلد بتسهيل ولوج الفلاحين للأسمدة تماشيا مع حاجيات كل منطقة فلاحية ترجمة نانسي قنقر